هنأ الدكتور المهندس عمار جبرخليل محافظ صلاح الدين الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة ذكرى عيد تأسيسها المئة والخمسونة متمنيا لها المزيد من التألق والتطور في ظل المسيرة الزاخرة التي تنعم بها والتي أصبحت منارا للعمل الشريف الذي يتوجب من الجميع الاحتذاء به وأشاد محافظ صلاح الدين بالجهود والتضحيات التي بذلها أصحاب القلم الشريف والذي اختلط دمه مع المقاتل في رسم صورة النصر البهي على إرهاب العصر وإظهار حقيقته التي كانت تستهدف العراق ماضيا وحاضرا ومستقبلا وقال الدكتور المهندس عمار جبرخليل أن صحفي محافظة صلاح الدين يفتخرون أنهم كانوا من أوائل من استهدفهم الإرهاب وقدموا لوحة شرفة ضمت أسماء يعتز بها أبناء المحافظة والعراق فطريق الحق يتطلب التضحيات وهذا هو ديدن الصحفيين العراقيين الذين كتبوا تاريخ مجيد طوال المئة والخمسين عاما من مسيرتهم الوطنية